اهلا ومرحبا بكم في قناة سندريلا سيكريتز اراند وارلت احنا قناتنا خاصة بشرح اللغة الانجليزية من خلاب الجعلي فانيكس ولكن بعد اللي حصل لاخواتنا الفلسطينيين في غزة قررنا ان احنا نوظف اللغة الانجليزية في الاحداث الجارية علشان نقدر نعبر عن رأينا بكل اللغات لان لو انت حاب تقول رأيك في اللي بيحصل ولكن بالانجليش علشان صوتك يوصل لابعد مكان في الدنيا تابعنا واحنا هنديك اقوى المصطلحات هتساعدك تقول كل اللي نفسك فيه خلينا نترحم على كل شهداء فلسطين ونقرأ لهم الفتحة ونقول الله يرحم هنعرض لكم جزء من المظاهرات اللي تعملت هنا في ايطاليا علشان القضية الفلسطينية تتأكدوا ان العيد بتاعنا ملوش اي معنى وفيه اطفال شهداء كلهم علموا ولادكم يعني ايه فلسطين علموا ولادكم يعني ايه القدس في المسجد الاقصى علموا ولادكم ان الرسول عليه الصلاة والسلام كان في المسجد الاقصى في رحلة الاسراء والمعراج علموا ولادكم ان فلسطين حرة مستقلة علموا ولادكم ازاي يرسموا الوان عالم فلسطين liberate يعني يحرر وان شاء الله هتبقى palestine liberated by its palestinians liberate وهنا هنتعلم ازاي ننطق الكلمات as an accent american الكوراكلي هو اللي انا هنطقه لكن الكوراكلي ده اللي اغلبنا بنقوله من غير ما ناخد بالنا كلمة كارامل 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 خلي عينك على الكوراكلي وانا بنطق عشان تعرف احنا قلناه ازاي كارامل وغالبا كده انت محتاج تقول معايا اثناء الفيديو وان ينتصر وان احنا هنقول في الفيديو ده كورس خاص بالamerican accent بالكوراكلي وعينك على الكوراكلي وهو مكتوب اثناء النطق وكمان هنقول كل المصطلحات القوية الخاصة بالقضية الفلسطينية هتحتاجها جدا عشان تقول رأيك والتعبير عن الرأي هو اضعف الايمان وبمعنى تاني ده ابسط حقوقنا في الحياة وارا وقلم والهند فري وجهز نفسك عندنا كلمة pronunciation هنقولها ازاي بالكوراكلي ركز كده تاني خلي عينك دايما على الكوراكت ويرد أثناء النطق دايما تقول معي على فكرة انت ممكن تاخد سكوين شات للحاجات دي عشان هتساعدك بجد في النطق ريبل يتمرد ريبل بيرفض حاجة غزبة عنه ريبل ريبل بيتمرد ريبل 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 راز بري هنقولها ازاي دي هو مقسمها لك هنا في الكوراكت مقسمها موكوتا فخلي عينك معي راز بر ري راز بر ري راز بري راز بري بيحارب فايت دي والأتش as a silent letters فايت كأنه مش مكتوبين أصلا احنا قلنا فاي فايت 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 يحارب فايت فايت كوبان كوبان بص معي في ال correct كوبان مش كوبان بي يناضل struggle struggle يناضل struggle والمعية struggle struggle يناضل struggle struggle هنا يخد مصطلح عن فلسطين ومصطلح accent american الاهوة اللي espresso بتتنطع ازاي espresso 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 وليست express no espresso defend بيدافع defend بيدافع عن أرضه defend 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 ما بنمدش احنا بقى بس انا بقسمها لك مقاطع عشان تعرف احنا قلنا هزاي defend على طول defend defend بيدافع عن أرضه defend data شفنا قولنا هزاي data مش data no 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 الamerican accent data بتكسر شوية لتحدي data 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 again data data بيانات resist بيقاوم resist مش resist no الاس هنا هتتنطق الز شوية كده resist 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 يقاوم resist 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 مرة تانية resist resist again resist موز موز على طول موز مش مو no موز على طول كده ضم o موز 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 طبعا معنى كل كلمة هتلاقيه مرسوم قدامك أصلا فالويرد البكتشور بتبقى قدامها ودايما عينك على الكوريكت confront 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 احنا بنسمها لأول حاجات معينة بالروحة كده وبعدين بنلمهم مبعب confront تبقى confront يواجه confront confront ولما نقولها confront لإنه مش هتتنطق قوي confront شفنا قلناها ازاي confront confront الخضروات بتتنطق ازاي بصي كده على الكوريكت وأنا بقول فيج تيبا فيج تيبا فيج تيبا تاني فيج تيبا مش فيجي تيبا no ما كصرش بعد جي ما قالش في جي لا فيج تيبا فيج تيبا فيج تيبا repeat after me فيج تيبا فيج تيبا وبرده في تركاية هنا ان ال-L مش تنطقت في الآخر فيج تيبا احوص فيج تيبا ال-L خفيفة جدا فيج تيبا force يجبر حد على حاجة أو يرغمه بالغزب كده force 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 والletter R مش عملنا عليه stress الناس اللي بتحب بتعمل accent american مزبوط خلي بالها من التركات صغيرة دي force ما قولناش force no force force ندخل على بعدها ازي هان انت american accent عينك على correct وانا بقول ونقول مع بعض amond بص كده اذا ما فيش L اصلا no amond amond هي غالبا ال-L بتتنطق ولكن ما بتتنطقش L زي ما احنا بنقول بالعربي no بتتنطق amond بتتخطف كده فبتحس ان انت سماها حرفي تاني اصلا amond ولكن هي في الحقيقة L amond amond قول معي amond 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 captivate يأصر يخلي أسير ياخدو يخلي أسير اسمها ايه اسمها captivate تاني captivate 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 بيأصر هد captivate 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 بيه ما عملناهش قوي captivate captivate هي di i فالمفروض نقول die no هي في الأصل di divorce يعني بيطلق يعني زوج وزوجة بيبقى في بينهم divorce يتنفصلوا عن بعض divorce بص على الكوريكت أسناء النوت divorce divorce مع بعض بقى divorce divorce يقمع كل المسطلحات دي خاصة بالعدوان أو بالاحتلال أو ما يكون في حد بيتهجم عليك suppress 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 again suppress احنا كده عرفنا الكلمة معناها ايه بإنجليش وعرفنا زي ننطقها مفيش فاضل غير ان احنا نستخدمها ونقوم لرأينا هو هنا مكتوب بي في الآخر فالمفروض ان انا اقول thumb no مش المفروض ولا حاجة هي اسمها thumb وشكرا على كده مش لازم قوي اعمل بي او ممكن تقولها بس بالروحة قوي كأنها مش موجودة أصلا ده لو عايز النطق بتاعكي بأزان American accent thumb thumb هي موجودة بس تكاد تكون منعدمة thumb thumb attack انا ما بقولش attack ما بنتقش ال-a-r no ا ا ا اللي هو الفانيكس بتاع ساون ا وطبعا موجود الكلام ده في الجالي فانيكس هتلاقيه في القائمة القناة في البلايليست اسمها جولي فانيكس attack 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 يا هجي معالها attack 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 هي بي a s s فهنمفروض ان احنا نقولها ازاي دي هنقولها base base مش pass عشان pass كده هتتقلب لمعنى تاني خالص أصلا دي معناها عشان يتقال صح ويبقى هو المعنى اللي مقصود بي هتقولها base مش pass pace pace شخص بيحتل مكان او بيحتل ارض او بيحتل وطن اسمه occupy 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 ما بنقولش occupy ما بنقولش الاو او 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 لا بنفتحها شويه سيكة كده occupy 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 قول معايا occupy بيحتل هنا هنقولها ازاي بصي معايا كده واحدة واحدة في المقاطع اللي ما اسمها لك دي where's you may where's you may هنقولها بقى خطفي كده ازاي where's you may 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 تاني where's you may where's you may شفت أسهل من كده مع أنها كلمة طويلة قوي ممكن نقولكم كوليج وكوليوجي وحاجات كده هي اسمها كوليج ده الكوراكت بالنسبة بقى الإرهاب اللي بيتم وصفه في فلسطين اللي هو تارورازم الإرهاب أو الناس الإرهابيين عموماً هي بتتنطق تارورازم اللي هما بيدفع عن نفسهم بإرهابهم بالحجارة اسمه تارورازم ولكن الثاني اللي هو العنصر الثاني أذن إزراليان ده اسمه بيدافع عن نفسه بيدافع عن نفسه اللي بيدافع عن نفسه بالسلاح وطبعاً ده كاريكتير إن التارورازم هو اللي بالستونز والسالف ديفنز هو اللي بيستخدم فيه المطعم بتتقالي ازاي اسمها وسترانت شفنا ازاي عينينا دايماً على الكوريكت أسناء ما احنا سمعين على بعض بقى تبقى شفنا احنا قلناها ازاي عرفنا ازاي جات كده تخطفت لما بنقسمها موقع بنعرف نمتقها صح ممكن تلاقي حد بيقول قدامك كلمة مخطوفة وهي ممكن تكون كلمة تفهى جداً بس نطق ليها ما حاجة غريبة او مرة تعرفها في حياتك وهي اصلاً كلمة تفهى بس النطق للورد مختلف قادر يخليك فعلاً تحس ان انت سمع حاجة تانية او حاجة غريبة او لغة تانية خلاص تلكلام في نطق ممكن يخليك بتحس فعلاً ان ان انت سمع انجليزي جميل او في نطق تاني خليك تحس ان انت بتسمع انجليزي يوغوزلافي اصلاً هنقول دي ازاي هنقولها كا يوس كا يوس كا يوس كا يوس كا يوس عينينا على الكوريكت اللي هو مقسمها لنا ومسهل لنا الدنيا ومبسط لنا الحياة جداً اسمع وبص كا يوس كا يوس كا يوس كا يوس لو عجبك الفيديو ده اعمله شير بالهاشتاج جازاندر اتاك علشان الهاشتاج ده يعلى ونسبته اتعلى ونكتسح وصوتنا يوصل ويا سلام لو كتبت لنا فوق الهاشتاج ده كم كلمة انجليش من الفيديو ده انت استفدت بيها عن القضية هنقول الكلمة دي ازاي يلا بينا عينينا على الكوريكت مجهزين نفسنا اوفن اوفن هي اولها او ايه اللي انا بقوله ده او ما انا لسه ايلالك من شوية ان ال او ما بتتقلش او صريحة بتتقل مفتوحة شوية الفوق اه كده اوفن اوفن وحرف التي ده ايه ظروفه ما بيتنطقش اصلا اوفن اوفن يعني هي مش اوفتن لأ طبعا اوفتن ديت في البلالة خالص هي اسمها اوفن اوفن اللي هي غالبا اوفن والقو مش او لا القو منفتحها شوية الفوق كده اوفن 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 ومكملين معاكم في الاكسنت الامريكان وكلمات القضية الفلسطينية دي هنقولها ازاي هي بي يو ولكن مش هنقولها با هنقولها بو بوفا 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 تابو تي ما فيش تي اساسا الف شكر بو بس مش بنقول بو بو لا بو لايت بوفا 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 مرة كمان بوفا بوفا كلمة يناضل هنقولها تاني ستراجل 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 هنا الورد دي نطقها مش سوت نو نطقها سويت يعني انا على الكوركت واحنا بنسمع وكمان بنقول مع بعض سويت 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 شفت ازاي سويت سويت ولو انت شاطر ما تعملش سترس على تي اللي في الاخر سويت وده كان السبب الرئيسي في اغلب الناس اللي بتختار اللاكسنت الامريكان عشان تتكلم بيها كلغة رئيسية بيطة مراد ويبا 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 وبرده مش بنعمل سترس على ال اللي في الاخر مش لازم نقول الويبا نو مش لازم خالص على فكرة انت ممكن تقول ويبا ويبا زي تيبا تيبا هو ده الامريكان الخلاصة ان انت مش بتعمل سترس اللي انت بتحس في الاخر ان نطقك لها شيك او هيبا احلى اكتر لو انا خففت نطق في الحتة دي هنا ما بتتقلش بال والكلام ده لا هي بتتقل على طول بال شفت البساطة بال بال يعني وهنا ما عملش وال اللي احنا بنعملها دي ما عملش اي حاجة خالص بال 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 تاني بال بال لسه اي لم تشوي انت بتحول تختار اكتر نطق شيك لك علشان يبقى اكسنت مزبوطة هي اصلا اكسنت يعني اللكنة يعني انت اللي بتختار اللكنة اللي سينك تبعملة زي اصلا بيحرر القدس بيحرر القدس ان شاء الله والر هنا مش بنعمل استرس ما بنقولش لبرا 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 طب انا لو قلت لبرا هتبقى صاح اوه هتبقى صاح بس هيبقى اللكنة بتاعتك تقيلة قوي لبرا دايما الناس بتختار اللكنة سريعة وخفيفة علشان يبقى كلامهم اكتر فيقدروا يعملوا جملة طويلة يتكلموا فيها من غير ما يعملوا تقتقى او يقفوا كل خطف خطف فكلام يبقى سريع فهمت قصدي يعني هنا كلمة وامن اللي احنا بنقولها وامن هي اصلا مش وامن هي وامن وامن ومن 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 وبرضو الان في الاخر مش قوي يعني ومن تاني ومن ومن اللي هي نساء جمع وامن ومن captivate يأثر captivate هفكرك تاني لو انت استفدت من الفيديو ده اعمل هاشتاج gazzandra tag اللي هو الهاشتاج اللي كل سوشيال ميديا بتتكلم عليه واكتب فوق منه كام كلمة من الفيديو انت استفدت بيها بجد عبر بيها عن رأيك عشان تقدر تساعدهم بابسط حاجة وهي انك توصل رأيك بالانجلش لان الانجلش هو اللغة الاساسية على مستوى العالم كله طيب هنا هنقولها ازاي دي بص على الكوركت وقول معي بر دي اول حاجة بر موشن بر موشن تاني بر موشن بر موشن ايوا يعني هي مش برو موشن لا مش برو موشن او صريحة بتتنطق مفتوحة شوية لفوق اكيبي 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 بيحتل اكيبي 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 وهنقولها تاني الاو ما بتتنطقش او صريحة وهنا برضو عندنا بصل ما بنقولش اونيون لا بنقولها اونيون اونيون خلي دايما عينك على الكوركت ونطبقه في كل الكلمات اللي شبهه علشان يبقى كلماتك كلها احنا بنجيب امثلة بسيطة طبقها بقى على باقية الامثلة يعني معنى كده ان لو شفت كلمة شبهة دي هنطقها بنفس النطق بتاع دي او هتنطقها بنفس النطق اللي احنا قلناه نهاردة نكملين معاكم في الكلمات الفلسطينية وكمان بنطق الامريكان وبنعلم ازاي ننطق اكسنت امريكان والكلمات اللي بتتخطف والكلمات اللي بتستهبل والكلمات اللي بتستخبه وسط النطق ما بتبنشي وايه الحروف اللي بتتنطق كحروف تانية وبتحس ان انت سامح حاجة تانية خالص زي دي كده مثلا وي سات تاني كده وي سات لا 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 انتي قلت ايه وي سات طب فين حرف البي مش موجود اصلا اقسم بالله ما تنطق وي سات بص معايا على الكوريكت ومقسمها لك قالك وي سات وي سات وي سات الليه الفاتورة اللي بتطلع لك بعد ما بتشتري من السوبر ماركت اسمها وي سات يعني مش وي سبت لا ما فيش حاجة اسمها كده اسمها وي سات وي سات وغالبا ممكن تكون البي موجودة بس بنت الحلال ما تنطقتش اصلا يعني انت فاهم وي سات وي سات كده اتخاطف اتخاطف كده اللي هو بتاع الكده هو وي سات وي سات فانت حسيت انها تكتك وي سات يعني كأنها مفيش خالص وي سات وي سات اللي هيركز معي ممكن يلاقيين انها تقطها بس وي سات وي سات تاني كده وي سات موجودة بس موجودة ايه شعرة صغيرة نملة فتفوتة وي سات عرفنا بقى التطنطق ازاي وي سيبت يعني في الاخر خلص في المجمل هنقولها ازاي هنقولها it's a recept it's a recept thank you my friends for listening and watching this video and see you later